السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأحد عشرين تشرين الأول أكتوبر القمر اليوم استقر في برج الجوزاء ورح يظل موجود في برج الجوزاء حتى تمام ساعة عشر وثمانية واربعين دقيقة من مساء يوم الاثنين القمر الآن موجود في منزلة الهاقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم أو الأورام أو الأسحار وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد رح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة ثلاثة وتسع دقائق فجرا بتوقيت جرينج من فجر اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول القمر اليوم بما أنه موجود في برج الجوزاء معناته منشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في جميع أو شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ابتتقلب أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديقه الوعد أو كلمة تقال علينا كمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك ونحاول أنه ما نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 12 و30 دقيقة بعد منتصف هاي الليل اللي هي السبت على الأحد بتوقيت جرينتش أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذا بيتجهل التنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبنتكون عندنا بعض الرغبات اللي ممكن تؤدي لها بعض خيبات الأمل العاطفية لازم نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نذي فيها الآخرين دون أن نشعر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية السلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 6 و6 دقائق مساء بتوقيت جرينتش من واجه مصاعب عرقي اللي بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقل بعض الشجاعة اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة منكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عملية جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعاً عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائي والرئتين والوصلات العصبية إلى مهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هذه الأعضاء هي الأكثر حساسية إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي لازم نراجع الطبيب بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعاً ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضاً هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزاد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه استقر في برج الجوزاء خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين يوم الغد بيبدأ الساعة ثمانية وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرانج وبينتهي الساعة عشر وثمانية واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرانج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم انحسار المحدب عمره الآن ثمنتاشر يوم الساعة خمسة وثمان دقائق بعد العصر بتوقيت جرانج نبدأ باليوم التسعة عشر نسبة الإضاءة أربعة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم اثنين وعشرين عشرة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية القمر في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين عشرة منتحس الآن بنسبة أربعين في المية ساعة الظهر سعيد بنسبة خمسة في المية ساعة العصر سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في العقرب حتى يوم اثنين وحد عشر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في القوس حتى يوم اثنين وحد عشر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المريخ في السرطان حتى يوم أربعة وحد عشر سعيد بنسبة ستين في المية المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم أربعة وثنين منتحس بنسبة ستين في المية زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعاً بتنشطوا بالسفر والاتصالات خلال هذا اليوم وبطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض بتكثر عندك الزيارات والتنقلات وأيضاً هذا اليوم مناسب للتواصل مع الأحبة برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعاً بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم خلال هذا اليوم وممكن بعضكم يحصل على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي ولكن بدكوا تتجنبوا النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات أو لاستحقاقات اتجنبوا نزوات التسوق وحاذروا من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات ممكن تنشغلوا بمسائل مالية متنوعة برج الجوزة بالنسبة لمواليد برج الجوزة طبعاً اليوم عندكم قدرة عالية جداً على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتلمس انفراج وبترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ حاول أنك تواجه الواقع بمنطق وعزيمة وممكن بعضكم يتلقى جواب كان بينتظروا هاي فترة بتتوضح لك كثير من الأمور وبانتظارك لقاء أو مرحلة جديدة برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان بناء للتعب منكم اليوم لأن القمر موجود في بيت المتاعب لغاية مساء يوم الغد ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذاءكم ومراحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالإنفعالات حاول أنك توخل قصط من الراحة حاول أنك ما تلتهي بالقشور بتعيش لحظات فيها نوع من أنواع صعوبة فعشان هيك بدك تحاذر الفشل أو الالتباس أو التراجع الصحي برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا بتنشطوا اجتماعيا خلال هذا اليوم بتلتقوا لأصدقاء هاي فترة مناسبة للطلب استشارة أو تأييد من أحد الأطراف وممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة حاول أنك تنجز أعمالك بشكل كامل قدر الإمكان ممكن تحتاج لواسطة أو تدخل أحدهم استشير أهل الإختصاص تطمئن مخاوفك وبتفرح لحمل التأييد أو دعم لقضيتك أهم شيء إنك ما تستسلم برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل خلال هذا اليوم قدم أفضل ما لديك لأنه ممكن تحقق إنجاز أو تحرز تقدم كون على قدر المسؤولية وما تتردد بطلب رأي أو مساعدة من أي طرف دع خجلك جانباً عبر عن أرائك بثقة وجراءة ولكن حاول إنك ما تجازف وما تغامر وتجنب الكلام إلا ذع برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان اللي بدي يتقدم لإمتحان أو مقابله بدي يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات وبالاتصالات بالسفريات بالتنقلات بالاتصالات الخارجية ابحثوا عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما وبتكثر الانشغلات الإدارية ولكن برضو دك تحاذر من بعض التعب الصحي برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب ادخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وسارع لترتيب أوراقك ملفاتك ممكن تحتاج لخبرة أطراف أخرى إما تتعلق بالوضع المالي أو بنوك أو محامين لإنقاذك من ورطة أهم مش أنك ما تبقى وحيد وما تتقوق على نفسك وشارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأخطاء برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وتعتبر هاي الفترة فترة صعبة بتثقل خلال هالهموم والمسؤوليات لأن القمر موجود مقابلك تماما ممكن تستغل هذا اليوم لتعزيز العلاقة أو تستغل لتعزيز العلاقة ما بين الأزواج بتعيشوا لحظات شوي بعضكم لحظات بكون فيها صعبة أو محرجة لأن طاقتك ضعيفة بتعاكسك الظروف وممكن تظهر معاكسات كبيرة من أصعب أيام الشهر فحاول أنك ما تخال في القوانين وما تكون ساخر برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعا بتكونوا تواصلوا أعمالك اللي بدأتوا فيها من قبل وتنتبهوا لصحتكم خلال هذا اليوم وحادروا قدر الإمكان من التراجع الصحي إذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي راجعوا الطبيب وبرضو بدك تباكر لعملك وترك مساحة للغير للتحرك احمي نفسك من بعض المشاكل مع زملائك بالعمل باستطاعتك حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا خلال هذا اليوم وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن تعيش فرحة أو نجاح لكن ممكن تضطر لمساعدة أحد المعارف أو أحد الأحبة وبفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك أهم شيء أنه حاول قدر الإمكان تستثمر هذا اليوم لأنه عندك قدرة على التواصل والإقناع برج الحود بالنسبة لمواليد برج الحود طبعا بتنهم كل يوم بأمور إلها صلاة بالبيت والعائلة بحاول أنك تخصص وقت من وقتك لعائلتك وللاهتمام بالشؤون الخاصة ممكن تظهر بعض الأعطال المنزلية أو الاهتمامات بشؤون عائلية أهم مش أنك ما تتسرع في الحكم على الأمور والأشخاص ممكن يكون فيه سوء تفاهم أو شك في بعض المسائل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر